عقدت قيادة منظمة طلاء على البعث مؤتمرها المركزي السنوي الثامن والثلاثين في مكتبة الأسد بدماشق بمشاركة أعضاء المنظمة من كافة المحافظات المنظمة هي فعلاً دعنا بأطفالنا ونحن فعلاً بحاجة إلى استمرارها وشفنا بها الأزمة كيف كان دور كبير للطفل كيف هي حراءة أطفالنا الحمد لله من الوقوع ببراسة خلينا نسميها المفكرين الفكر الأسود اللي كان عنا فنحن كتير إن شاء الله يجب أن تتلقى الدعم الكامل هذه المنظمة من كل الجهات إلا كان تربوية إلا كان حزبية إلا كان حكومية إلا كان حتى تكون قاعدة شعبية كتير مهمة وجرى خلال المؤتمر مناقشة أهم المشاكل التي تواجه العملية التربوية في المدارس السورية ومنعكثات الحرب والأزمة على الأطفال نحن في منظمة طلاء على البعث نقف وقف مع الذات من خلال هذا المؤتمر نقيم من خلالهم أفعال وأنشطة وأعمال منظمة الطلاع خلال عام الكامل ونستعد لنقدم ما هو جديد نقدم مبادرات لأطفال سوريا الذين عاشوا الحرب لم يعيشوا الفرح لم يعيشوا الحس الجميل أيام الحرب سنبحث عن أفكار عن مبادرات عن ما يثير الفرح في نفوس الأطفال سيما وأننا مقبلون على نصر أكيد نحن شركاء في العملية التربوية التعليمية مع شركانها في مديريات التربية هذا الأمر كله ينعقد تحت شعار أملنا بشار نكمل مشوار هذا الأمر ينعكس إجاباً على الطلاب في جميع المحافظات أن أقصد التلاميذ في المرحلة العمرية التي تستهدف التلاميذ من الصف الأول حتى الصف السادس بما يعود بالنفع عليهم على المقعد الدراسي التركيز والعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الترفيهية والتدريبية كانت هي ركيزة الأساسية التي تم العمل عليها ومناقشتها لبناء جيل واعد يحمل شعلة النور بالعلم والمعرفة